السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في درس جديد من دروس لوميون تيم برو. النهاردة كده احنا عديد من نشرب الشاي بتاعنا على البحر الجميل ده فقلنا نشوف كده بدلا ما نستنى التقص يتغير ما تيجي نغيره النهاردة وهو ده الدرس التاعنا. اول حاجة عندك زرار من الثلاثة ازرار لموجودين احنا قلنا فيه الابجيكت وفيه الانسكيب اللي هو التقص بقى هو ده اللي احنا هنزبط منه كل حاجة ان شاء الله النهاردة. طيب. اه الشمس دي تبقى سطعة نور الشمس بنزبطه منين عندك ديت اللي هتلاقي هنا شمس صغيرة يعني معناها لو رحت لها هتلاقي الدنيا باقي الضلمة شوية. لو رحت عند الشمس الكبيرة معناها ان الشمس بتبقى سطعة جدا. اه الكلاودز ديت او السحب طول ما انت بتروح ناحية السحابة الصغيرة معناها بتقلل السحب فالدنيا تبقى صافية جدا. لو عاوز السحب بتبدأ تكتر معاك. هتبدأ تروح ناحية السحابة الكبيرة. فهتلاقي السحابة مالية الدنيا هتبدأ تقللهم بقى انت حسب ما انت عايز. خلاص فالموضوع ده بيبقى حسب انت تزبطك للسين انت شغال عليه. اه الشكل ده هو الراجل بدأ ما يديك الاربعة وعشرين ساعة هم يديك اتنشر ساعة بس. من اول ما الدنيا تبقى شمس جدا. تمام? لغاية ما يبدأ الشمس تقل تقل لغاية المغربية هيت. خلاص الشمس بدأت تغرب. بدأنا نخش في الليل. اهوة. بص حتى بيجيب لك امر وبتاع. لغاية ما الدنيا تضلم تماما. طب ارجع ازاي ما انا الديلة مش كاملة هي مديك نص لا ارجع بالعكس. ما هي 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 اللي بيحصل للشمس هتبدأ تفتح لغاية ما تجيب معاك المنظر بتاعك اللي انت عايزه. طيب. اه لحظوا ان مكان الشمس بيحدد فين مكان الضل بتاعي. طب انا الشمس هي فين? مكان الشمس هو هتلاقي حاجة اسمها هي دي اللي انت بتعرف منها اتجاه الشمس فين? فالراجي بيقول لك اتجاه الشمس جاي من الاتجاه ده. فانت لو مسكت الزرورة بتاع الشمس بتاع الشمس بدأت تلفه كده. هتلاقي الشمس بدأت تلف حوالي مشهد بتاعك. فقال لو احنا نزلنا الشمس شوية عشان نبدأ نشوفها. اهوة بص. وانت بتلف كده. المشأة هي الشمس بدأت تظهر لنا. طب ده كل ما الشمس تعلق كل ما الدنيا هتبقى اه منورة اكتر كل ما الشمس هتبدأ تنزل هي تيبقى كده الدنيا بدأت تغمق معنا. خلاص? فيبقى انا عندي اتنين واحد بيطلع الشمس وينزلها بيطلع يبقى الدنيا نور ينزل يبقى الدنيا ظلمة. واحد بيبدأ يلف الشمس حوالي عشان ازبطها حسب ما انا عايز فين فلسين بتاع او في المشهب بتاع اللي انا مزبطه. طيب بالنسبة الشمس بالنسبة مسلا للشكل السماء اللي احنا عندنا ديت. خلاني ناخد الشمس دي على جنب كده. انا النهاردة عاوز منظر سحاب تانية. او راجل ما اديك حوالي تسع مناظر جاهزة تختار منهم الشكل يعني بتقف على الشكل بس كده يلف قدامك. فيوريك منظر السماء اللي انت عايزها. لو احنا اخترنا السحابة مسلا ديت. فهتبدأ تدوس عليها. هتبدأ تتغير هي بتزبط لك التزبيطة بتاعتها الجاهزة. عشان تديك المشهد انت شفته. طيب دي سحاب يعني البرنامج بيديه دك بحيس انت تقعد تقعد تزبط المنظر ده. طب مفيش سحاب كده زي فاكر لو انت اشتغلت مسلا اي برنامج زي السريد ستوريو ماكس او مايا او اي حاجة زي كده. بيكون عندك حاسمة HDRI. HDRI دي بتبقى منظر حد مصور السماء اللي حواليك بيبقى يعني السحابة بالشمس بكل ده بتجي انت تبقى عاملالك زي غلاف كده او كرة حوالين مشهب بتاعك بحيس تدي جميل. طيب هو الراجل مصور كام حاجة اللي هي اسمها لو انت دست على الزرار ده دي السحابة جاهزة. يعني انا مينفعش اغير في الصحب دي مينفعش ازود فيها او اناقص فيها دي صورة. طب اختار منين الصورة دي? نفس الزرار اللي كنت بتختار منه الكام سمن اللي هم التسعة العاديين? لأ هنا بقى هيبدأ يفتح لك كتالوج جميل قوي هيعجبك جدا. ادي عندك حوالي بتاع سبعة. ادي ستة سبعة. تمام? اه الكلاودي دي دي هتبقى سماء مليانة صحب. فلو دست على واحدة فيهم كده هتلاقي بص المنظر عامل ازاي? وتقدر اللي تقدر تعمله فيها ايه? انك تلف المنظر ده حواليك كده. تمام? ولو عجبك المشهد ده طبعا الشمس بتاعتها موجودة اللي هتنزل اوها هتطلع. لكن اقدر ان انا افتح المشهد او اغمقه. بص انا كده فتح المشهد او اغمقه. كده دي سهل او انك انها صورة بنفتحها والغمقها. طيب. لو دخلنا تاني للكتالوج عندك حاجة اسمها هتلاقي اه كازا منظر. هم اديك مسلا ستة هنا. فلف كده برضو الشمس. تمام? فده منظر مسلا من مناظر التانية. لو احنا دخلنا في مورنينج مسلا حاجات تبع الصباح هتلاقي هيت الشمس يسا بتشرق مسلا هيت. فعندك بقى اختيارات كتير. انت تبدأ واحدة واحدة تختار منها حاجات شكلها جميل قوي. طيب. دي هتبقى مكان فيه الشمس يعني متغطية خالص وتايا بالسحب بسبب انها تحس كده ان الدنيا تبدأ تبقى منطرة. تمام? فعندك منها كده شكل. اه الصن سيت بقى دي هتلاقي بقى سواء كان في الغروب او الشروق هتلاقي برضو كزا كزا منظر للسماء بتاعتها. كتالوج كبير جدا اه ادي مسلا اه الدنيا صفية جدا. النايت هتلاقي حاجات عاملة كده. بحيس اديك المنظر اللي نسبك. بصدقه ده جدا يا دوب طالع الامر كده. فانت ممكن تختاره مكان بحس بتاعه طالع. او ان انت مسلا يكون عندك مشهد انت بتتحركه كده. فتخليه يبقى لاسع كده في المية. انت برضو بتتحكم في الموضوع ده. تمام? فده كان درس النهاردة ده ازاي بتختار سواء كانت شمس يعني سماء تبع البرنامج. السماء بالشمس بتاعتها بالصحب بتاعتها شكل جاهز او سماء تبع البرنامج تتحكم في الاضاءة بتاعتها في عدد الصحب الموجودة. اه الصبح ولا بالليل يعني ارتفاع الشمس الشمس فين? بحيس تتحكم في الضل ده كمان. تمام? فالشمس فوق ولا تحت? فده هيديك الاضاءة بتاعتها كأنها صبح ولا ليل. وكمان الشمس فين حوالينا? خلاص. والجزء التاني اللي هو بتختار من بتاعنا كل الحاجات الجاهزة ديت. فده كان درس النهاردة الويزرد. استنونا ان شاء الله الدرس الجاي مع بقية حلقات لوميون تين برو. اشوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.